اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هو تصف فيها فهل زيزو كان بيلعب مصاب مهلاش حل غير كده لاما كان مصاب وبيلعب لاما كان سليم بس على الكرة اللي كانت موجودة فيها دي ما فيهاش اي اصابة خالص خالص لان رامي ربيع جاب الكرة من قبليه هل هو بدأ الماتش كان مسلا فيه اصابة مسلا ولعب بس من خلال معلماتنا انه كان سليم فممكن طبيعيا ان انت هيبقى لان دي تاني مباراة يعني ما يبقاش موجود في اول خمس ده اول اول عشر ده يوم ماشي من المباراة هل هو شايف ان خلاص ما بيتش ماشي معاه صادر الناد الاهلي هل شايف مثلا ان ممكن الناد الاهلي كان هيكسب ما بصراحة طبيعيا انت هتكلم وانا بتفهم مع كابتن ريدا في النقطة دي بصراحة انه وارد انه وارد انه ممكن ورغم ان كابتن ريدا عمال زي ملكوي جدا يعني الزمالكوي متعصب كمان فمش هيقول كلام كده زي ما بتقل كده كلام هباقا يعني وخصوص كمان انه زيزو من اللاعبة المحبوبة لمحب ند الزمالك فتصريح عليه علامة استفاء لان فعلا الاصابة ما فيهاش اي اصابة ما شفتش اي اصابة دي تاني مباراة على التوالي زيزو اصاد الناد الاهلي ما يبقاش موجود او يخرج اول عشر ده فيه برضو تصريح لكابتن ابراهيم نور الدين يعني كابتن ابراهيم نور الدين فيه تصريح كده يعني انا بصراحة انا واحد من الناس ما كنتش متوقع ان كابتن ابراهيم نور الدين هيعمل مباراة هيلة بصراح سيبكم بقى من العصبية وسيبكم من الهجات دي هو هو من الشخصات انا عرفه على المستوى الشخصي من الشخصيات الطيبة جدا ومن الشخصات التلقائية زي ما بتقال يعني وطبيعي هو بيحب يعمل بها بعمل حدا كده